اللهم صل على محمد وعالي محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعالي محمد اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظماء اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فكتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذول وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك في عاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد الله أبطأ من منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة والإحسان إليك والتفضل عليك بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ليان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخالق بسط الرزق فالق الإصباح للجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورتين وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبتين هنيئتين قد أعطاني وعظيمتين وخوفتين قد كفاني وبهجة مولقة قد أراني فأثني عليه حمدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكان ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعام ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيبى وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحام وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة وصلي عليك من خلقك اللهم وصل على عليين أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة فاطمة سيدتي نساء العالمين وصل على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسني والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفار وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة صلاة كثيرة دائما اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر وحفه وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائمة بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته لا أبدله من بعد خوفه أمنى يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتح يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحدا من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولتين كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المم به شعثنا وشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغني به عائلنا واقضي به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بيك لالذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي 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 okay يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي وإن كنت بخيلان حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيغينوني والحمد لله الذي تحبب إليه وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومناهل الرجاء لديك مترعة والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحة وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحة وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة وأن في اللهف إلى جودك وانعضى بقضائك عوضا من منع الباخلين ومن دوحة عما في أيدي المستأثرين وأن الراحلة إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجب غم الأعمال دونك وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسني من غير استحقاق لاستماعك مني ولاستي جابين لعفوك عني بل لثقتي بكرمي وسكوني إلى صدق وعدك ولجأي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني ألا رب لي غيرك ولا إله إلا أد وحدك لا شريك لك اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق واسأل الله من فضلي إن الله كان بكم رحيما وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا فيا من رباني في الدنيا بإحساني وتفضلي ونعمي وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيعي إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك أدعوك يا سيدي بلسانين قد خرسغوا ذنبه ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه أدعوك يا ربي راغبا راجيا خائفا إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت وإذا رأيت كرمك طمعت فإن عفوتا فخير راحيم وإن عذبتا فغير ظالم حجتي يا الله في جرأتي وأتي على مسألتك مع إتياني ما تكره وجودك وكرمك وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك وقد رجوت ألا تخيب بين ذين وذين منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي يا خير من دعا غداع وأفضل من رجاه راج عظم يا سيدي أملي وساء عملي فأعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تآخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافأة المقصرين وأنا يا سيدي عائد بفضلك حارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظن وما أنا يا ربي وما خطري هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك أي ربي جللني بسترك وعفو عن توبيخي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غير كما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي بل لأنك يا ربي خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرئني على معصيتك حلمك عني ويدعوني إلى قلة الحياة سترك علي ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حيو يا قيو يا قيو يا غافر الذنب يا قابل التاو يا عظيم المان يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك القريب أين غياتك السريع أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفضل أين مواهبك الهنيئة أين صنائعك السنية أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به وبمحمد وآل محمد فاستنقذني وبرحمتك فخلصني يا محسن يا محسن يا مجميل يا منعم يا مفضيل لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدئ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميلة ما تنشر أم قبيحة ما تستر أم عظيم ما أبليت وأوليت أم كثير ما منه نجيت وعافيت يا أحبيب من تحبب إلى أميك ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك وأي جهل يا رب لا يسع وجودك أو أي زمان أطول من أناتك وما قدر أعمالنا في جنب نعميك وكيف نستكثر أعمالي نقابل بها كرمك بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتين يا واسع المغفرة يا باصط اليدين بالرحمة فوعزتك يا سيدي لو انتغلتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لمن تغى إلي من المعرفة بجودك وكرمك وأنت وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا رب هذا مقام من لا ذبك واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا ربي تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا كلا يا كريم فليس هذا ظننا بك ولا غاذا فيك طمعنا يا رب إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا وإن لنا فيك رجاء عظيمة عصيناك ونحن نرجو أن تسترها علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا فحقيق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حثنا على الرغبة إليك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل سعتك فامن علينا بما أنت أهل وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعر ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنع كذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا تقدست أسماءك وجل ثناءك وكرم صنائعك وفعالك أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي فالعفو العفو العفو العاف سيدي 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 اللهم اشغلنا بذكرك وأعذنا من صخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته إنك قريب مجيب وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا وكبيرنا حرعنا ومملكنا كذب العادلون بالله وظلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك واقية باقيا ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاءتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة اللهم تب علي حتى لا أعصيك وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجعتك إذا أنا ناجيت ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقربا من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طرتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك رأيتني آل فمجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعتني أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني فإن عفوتا يا ربي فطالما عفوتا عن المذنبين قبلي لأن كرمك أي راب يجل عن مكافات المقصرين وأنا عائذ بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظن إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيتي وما أنا يا سيدي وما خطري هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك واعفو عن توبيخي بكرمي وجهي سيدي سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الضال الذي هديته وأنا الوضيع الذي رفعته وأنا الخائف الذي آمنته والجائع الذي أشبعته والعطشان الذي أرويته والعار الذي كسوته والفقير الذي أغنيته والضعيف الذي قويته والذليل الذي أعززته والسقيم الذي شفيته والسائل الذي أعطيته والمذنب الذي سترته والخاطئ الذي أقنته وأنا القليل الذي كثرته والمستضعف الذي نصرته وأنا الطريد الذي قاويته وأنا يا رب الذي لم أستحكك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اجترى أنا الذي عصيت جبار السماء أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي حين بشرت بها أخرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فمر عوايت وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطني من عينك فماذا عليك فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني إلهي إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحت ولا بأمرك مستخيف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متغاون لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى أعلم فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستلقذني ومن أيدي الخصماء الماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني فواسوا أتا على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعتي رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقناط عندما تذكر غايا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج اللهم بذمة الإسلام يتوسل إليك وبحرمة القرآن يعتمد عليك وبحب النبي الأمي القرشي الغاشمي العربي التغامي المكي المدني أرجو الزلفة لذيك فلا توحش استئناس إيماني ولا تجعل ثواب ثواب من عبد سواه فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماؤهم فأدركوا ما أملوا وإنا آمنا بك بألسنتنا وقنوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا وثبت رجائك في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فوعزتك لو انتغرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقيك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك وسعتي رحمتك إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه وإلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد وذللت على فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهد لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيقي لحدي أبكي لسؤالي منكر ونكير أبكي لحدي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على بغري أنظر مرتان عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأن لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحيب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكال لأشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا رب في جنب شكريك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جهودك بسط أملي وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفت همتي وفيما عندك انبسطت رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجأتك بردت ألم الخوف عني فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنب المانع لي من نزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجب تغو على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين إله ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك ولسأوني وطاش عند سؤالك إياي لبيه فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري أعطني لفقري ورحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك أتعلقي وبفنائك أحط رحلي وبجودك أقصد طلبتي وبكرمك أي ربي أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحتضل عفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك أديم نظري فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي ولا تسكني الهاوية فإنك قرة عيني يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إن كان قدنا أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الإعتراف إليك بذنبي وسائل عللي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعاف وإن عذبت فمن أعدل منك في الحوك إرحام في غاذي الدنيا غربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحدي وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي واغفر لي ما أخفي على الأدميين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني صريعا على الفراغ تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتساب يقلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي من قولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيري يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلاك سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجء إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذوما قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائك فلا تعريق بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقص كنائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أعطى أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل حزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعلني ممن أطلت عمراءه وحسنت عملاءه وأتممت عليه نعمتاك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتمم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك اللهم خصني منك بخاصة ذكريك ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعتان ولا أشرا ولا بطرا واجعلني لك من الخاشعين اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجيس والقوة في البدن والسلامة في الدين واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع واصرف عني يا سيدي الأسواة واقضي عني الدين والظلامات حتى لا تأذى بشيء مين واخذ عني بأسماعي وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي وجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا وجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وأدخلني الجنة برحمتك وزوجني من الحور العين بفضلك وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاغرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرميك ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك إلهي إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدويك وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدويك اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام حبب إلي لقائك وأحبب لقائي واجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرام اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي وخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك وأعني على صالح ما أعطيتني وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني عليه وتوفني إذا توفيتني عليه وابعثني إذا بعثتني عليه وأبرأ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزني عن معاصيك وبيض وجهي بنوريك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى أملة رسولك صلى الله عليه وآله اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشال والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنا والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأعوذ بك من نفس لا تقناع وبطن لا يشباع وقلب لا يخشاع ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفاع وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك ولا تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع درجتي وحط وزري ولا تذكرني بخطيئتي واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة وعطني يا رب جميع ما سألتك وزدني من فضلك إني إليك راغب يا رب العالمين اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عن من ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعفو عنا فإنك أولى بذلك منا وأمرتنا ألا نرد سائلاً عن أبوابنا وقد جئتك أسائلاً فلا تردني إلا بقضاء حاجتي وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاءك فأعتق رقابنا من النار يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي إليك فزعت وبك استغذت ولوثت لا ألوث بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير وعفو عني الكثير إنك أنت الرحيم الغفور اللهم إني أسألك إيماناً تباشر به قلبي وإقينان صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبتني وردني من العيش بما قسمتني يا أرحمان راحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك من بغائك بأبهار وكل بغائك بهيون اللهم إني أسألك ببهائك كله اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله ملعه وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوريه وكل نورك نيرون اللهم إني أسألك بنورك كله اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعا اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك كمالك كاملون اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كمالك كمالك اللهم إني أسألك بأسمائك بأسمائك اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل أسمائك بأسعها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك بأسمائك اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاغا وكل مشيئتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذيه وكل علمك نافذون اللهم إني أسألك بعلمك كلها اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضيه اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك بقولك كل اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبته اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفيه وكل شرفك شريفون اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك من سلطانك بأدوميه وكل سلطانك دائمون اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأفخرين وكل ملكك فاخرون اللهم إني أسألك بملكك كله اللهم إني أسألك من علوك بأعلا وكل علوك عال اللهم إني أسألك بعلوك كله اللهم إني أسألك من ملكك بأقدمي وكل منك قديمون اللهم إني أسألك بمنك كله اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمتون اللهم إني أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت والجبروت وأسألك بكل شأنين وحده وجبروتين وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله فأجبني يا الله فأجبني يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمدين وآله الطيبين الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماتك بيمينك يا موسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم لإنه عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنى ولي فيها مآرف أخرى قَالَ أَلْكِ هَا يَا مُوسَى فَأَلْقَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفَ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفَ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا قَالَ أُولَا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ قَالَ أَلْكَ إِلَى جَنَاحِكَ قَالَ أَلْكَ إِلَى جَنَاحِكَ قَالَ رَبِّ الشَّرَحْنِ يُصَدْرِ وَيَسِّرْي أَبْلِ وَحْلُوا الْعُقَدَةً مِنْ لِسَاجِ يَبْقَهُ قَوْلِ قَالَ رَبِّ الشَّرَحْنِي صَدْرِ وَيَسِّرْي أَبْلِ وَحْلُوا الْعُقَدَةً مِنْ لِسَانِي يَبْقَهُ قَوْلِ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِ يَبْقَهُ قَالَ مِنْ لَيْسَانِي ترجمة نانسي قنقر صدق الله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن أشهد أن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة حي على الصلاة 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 لا خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن أمير المؤمنين ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين أشهد أن أمير المؤمنين لا إله إلا الله أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله من جميع ما كره الله إلهي لا تكني إلى نفسي ترفت أين أبدا وفوز كل أمور إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله أكبر الله أكبر تكفيرة الحرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم الشراط الذين أنعمت عليهم غير المغذوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القادر بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم الله أكبر سبحان الله 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 سبحان ربي الأعلى وبحمد الله الله أكبر بقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط والمستقيم الصراط والذين أنعمت عليهم غير المغرب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت البحاق اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد س 마스크 صل على محمد سبحان الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد الله أكبر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ولي العافية نسألك العافية آفية الدين والدنيا والآخرى الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم سل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم اللهم سل على محمد وآل محمد اللهم سل على 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 محمد اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو بسميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته بشرفته بفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت يومه علي وهو شهر رمضان الذي أصلت فيه الفرآن خدا للناس وبيناس من الهدى والفرقان واجعلت فيه الليلة الغام واجعلتهم خيرا من ألف شام 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 يا أرحمان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم تطهرني فيه من الجنة والأخذار وصبرني فيه على جائلات الأخذار ووفقني فيه لتقار صحبة الأبد اللهم سلع على محمد وعال محمد اللهم رحمن الرحيم اللهم اني اسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسألك الأمان يوم يعظ الظالم على يدك يقول يا ليتن اتخذت مع الرسول سبيله وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسماهم فيأخذ بالنواص والأغدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن بعد الله حق وأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار وأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم إذن لله وأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء من أخيه يوم إذن شأن يغني وأسألك الأمان وأسألك الأمان يوم يود المجرمون لو يفددي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبتي وأخيه وفصيلة التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لضاد نزاعة للشوا مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وليرحموا العبد إلا المولى مولاي يا مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحموا المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي أنت أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي يا مولاي أنت أنا العظيم وأنا العظيم وأنا الحقير وأنا الفقير وأنا وَلْ يَرْحَمُوا الْفَقِيرَ مولاي إلا الغليل مولاي يا مولاي يا مولاي أنت الموت وأنا الصائل وَلْ يَرْحَمُوا الْصَائِلَ إلا الموت مولاي يا مولاي وَلْ يَرْحَمُوا الْفَقِيرَ وَلْ يَرْحَمُوا الْمَيْتَ إِلَّا الْحَيِ مولاي يا مولاي أنت الباقي وأنا الفاني وَلْ يَرْحَمُوا الْفَانِيَ إِلَّا الْبَاقي مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل وَلْ يَرْحَمُوا الْزَاهِلَ إِلَّا الْدَاهِمِ مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق وَلْ يَرْحَمُوا الْمَرْزُوخَ وَلْ يَرْحَمُوا الْمَرْزُوخَ الرازق مولاي يا مولاي مولاي أنت الجواد وأنا البخيل مولاي وَلْ يَرْحَمُوا الْبَخِيلَ إِلَّا الْجَوَادِ مولاي مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وَلْ يَرْحَمُوا الْمُبْتَلَى إِلَّا الْمُعَافِي مولاي يا مولاي وَلْ يَرْحَمُوا الْمَرْزُوخَ وَلْ يَرْحَمُوا الْمَرْحُمُوا الْمَرْحُومَ وَلْ يَرْحَمُوا الْمَرْحُومَ إِلَّا الْرَحْمُونَ مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتحان فَلْ يَرْحَمُوا الْمُمْتَحَنَ إِلَّا السُلْطَانِ مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتحير وَلْ يَرْحَمُوا الْمُتَحَيْرَ إِلَّا الدَّلِيلِ مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وَهَلْ يَرْحَمُوا الْمُذْنِبَ إِلَّا الْغَفُورَ مولاي يا مولاي أنت الغالب وأنا المغلوب وأنا المغلوب وَهَلْ يَرْحَمُوا الْمَرْبُوا إِلَّا الْرَابِ مولاي يا مولاي أنت وَهَلْ يَرْحَمُوا الْمُتَكَبْرُ وَهَلْ يَرْحَمُوا الْخَاشِعَ وَهَلْ يَرْحَمُوا الْخَاشِعَ وَقْرَمَكَ وَفَغْنِكَ إِيادَ الْجُودِ وَالْإِحْسَانِ وَالْقَوْلnn والامتنان برحمتك يا الله أرحمة الرحمن اللهم سر على محمد وعالي محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابنى خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابنى سيد الوصيل السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابنى ثاره والوتر الموتو السلام عليك وعلى الأرواح التي حلات بفنائك السلام عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام عليك يا أبا عبد الله لقد عظمته الرزية وجلات وعظمته المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلات وعظمات مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسسات أساس الظلم والجور عليكم أهل البايت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة غتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أميتا قاطبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله أمتان أسرجات وألجمات وتنقبات لقتالك بأبي أنت وآمي لغد عظمى مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتغرب إلى الله وإلى رسول وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتغرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن أولاكم وعدو لمن عداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصاببكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والآر والآر اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمته ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماته ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أميان وابنو آكلة الأكبار اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطنه وموقفه وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيانا ومعابيتا ويزيد ابنا معابيا عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياده وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالمين ظلما حق محمدين وآل محمد وآخر طابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلات بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثالي والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروانا إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن وعلى آبانه في هذه الساعة وفي كل ساعة في كل ساعة ولياً ولياً وحافقاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك قوعاً وتمتعه فيها قبيلاً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة